اصدرت شبكة سورية لحقوق الانسان تقريرا بعنوان انتخابات الادارة المحلية التي اجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل ارادة وحقوق الشعب السوري واكدت الشبكة في تقريرها عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الادارة المحلية التي اجراها النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته فما هي العوامل التي استند اليها التقرير وكيف حاول النظام استثمارها لصالحه نتابع هذه المادة ونعود للنقاش عديمة الاستقلالية تنتهك حقوق الانسان وتفرض بقوة الاجهزة الامنية هذه بعض الاستنتاجات التي خلصت اليها الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير شرح واقع الانتخابات المحلية لدى نظام الاسد فما هي العوامل التي استند اليها التقرير وكيف عرم حاولات النظام استثمارها لصالحه يؤكد التقرير انه في الوقت الذي يحاول فيه النظام تأكيد استمراريته عبر اجراء الانتخابات استخدموا الاعضاء المنتخبين الموالين له ليحاول مجالس المدن والبلدات لأدوات لتنفيذ خطط الهدم واصدار المخططات التنظيمية وتنفيذ قوانين تهدف الى احداث تغيير ديموغرافي وتطبيق سياسات السلطة المركزية تستعرض الشبكة عدة عوامل تجعل من الانتخابات المحلية غير شرعية اولها انها تستند الى دستور غير شرعي اضافة الى غياب رقابة المحكمة الدستورية العليا عليها فضلا عن استحالة استقلالية اللجنة العلية للانتخابات نظرا لتبعيتها للسلطة التنفيذية وتلاعب النظام بعدد السكان وعدم التصريح بأعداد المعتقلين والمختفين قسرا واستحالة مشاركة قرابة النصف السوريين من نازح ولاجئ بها تشير الشبكة ايضا الى ان سطوة الاجهزة الامنية تحول دون اي ممارسة انتخابية حرة فجوهر العملية الانتخابية قائم على حرية الاختيار وهذا شبه معدوم مع وجود اجهزة امنية ارتكبت وترتكب انتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الانسانية اضافة الى عدم استقلالية ولا مركزية الادارات المحلية يخلص التقرير الى ان هذه الانتخابات مزورة وفاقدة للشرعية على غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وان المجالس المحلية ليست سوى احد ادوات السلطة لتوزيع المصالح بين ارباب حزب البعث والاجهزة الامنية وانه لا يمكن تحقيق انتخابات تتمتع بالحرية والاستقلالية والنزاهة الا بانتقال سياسي نحو الديمقراطية عدة توصيات اوردتها الشبكة في تقريرها لمجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الامن 2254 القاضي بانشاء هيئة حكم انتقالي وتحقيق انتقال سياسي يضمن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية ورفض انتخابات الاسد واعتبارها غير شرعية نضم الينا فضل عبدالغاني مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان من الدوحة مرحبا بك سيد فضل اذا نشرتم تقريرا تناول انتخابات الادارة المحلية التي قام بها النظام ووصفتموها بانها عديمة الشرعية ولا تمثل ارادة الشعب السوري لو تحدثنا اكثر عن هذا التقرير يعني استاذ اصلان النظام عم يعمل انتخابات وعم يمشي فيها وعم يبني عليها لا يمكن لنا يعني نحن جميعا كسوريين خرجوا عن النظام انه هاي الانتخابات تمر وبدون التعليق عليها وبدون ايضا الطعن فيها لانهو عم يأسس عليها وبالتالي هذا من صميم العمل الحقوقي انه نحن الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية ولا المحلية وخاصة انه فيها يعني هي مش خروقات محلية مش خروقات بقوائم فيه خروقات جزرية من اساس هاي الانتهاكات لانهو عم يبني عليها شفتنا نحن جميعا كيف وزير خارجية النظام تفاخر فيها بخطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة نحن قلنا بهذا التقرير انه هاي الانتخابات عديمة الشرعية ونحن استندنا بالحقيقة لامور جوهرية لانه نحن عم نقارن كيف انه الانتخابات الحرة والديمقراطية بتجري وفقها لمعايير يعني معايير دولية ومتعرف عليها انه جوهر الانتخابات هو يبنى على الحرية وهذا غير معدوم ولكن نحن فصلنا حتى بامور اخرى منها انه يعني اللجنة اللي هي العليا للانتخابات القانون اللي انشأ هاي يعني هذا القانون اللي انشأ اللجنة العليا للانتخابات القانون الخمسة تبعى 2014 يعني وشفنا نحن انه كيف عم يتم تعيين اعضاؤها يعني رئيس النظام هو وعبر وزير العدل هنا ايضا بنفس الوقت هنا رؤساء للمجلس القضاء لعلى هنه عم يقوموا بتسميت اعضاء هدو ففين فين الاستقلالية تبعها هي الانتخابات لا يمكن هدول هنه بعينوهم وبرقوهم وبيحزو وايضا يعني يعني بيعطوهم ترقية او بيعزلوهم من عملهم وايضا حكينا انه هي عم تستند على دستور النظام دستور 2012 وهذا الدستور هو غير شرعي لانه النظام عمله بظل صراع مسلح داخلي كان فيه عم يمر وايضا اجراء بشكل منفرد يعني النظام جاب عين هو اللجنة وقال له نحطوا الدستور ما هذا يعني بثال أبسط مبادئ القانون الدستورية طريقة اعداد الدستور اهم من مضمون الدستور نفسه وحتى مين بده يشرف مثلا انه هاي الهيئة العليا للانتخابات بين قوسين لحمل النظام مين بده يشرف انه هاي هالقانون تبعها اللي انشأت فيه هو دستوري ولا بيناقض القوانين ولا بيناقض الدستور محكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا كمان بييد النظام السوري فاذا نحن نحكي عن عوامل مركزية ايضا موضوع المهم هو التلاعب بعدد السكان النظام اذا لاحظنا نحن من بعد 2011 اعلانات متوالية عن عدد السكان سوريا وفيها تناقض يعني فيها عدد كبير من الاعلانات مرة بيقول 20 مليون بعد بسنتين بيصيروا 24 هلأ من فترة مجلس الاحصاء بيحطون 27 وهذا التلاعب كله نحن ما ذكرنا هاي التفاصيل بس نحن ذكرنا ارقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اللي عم تقول انه فيه 14 مليون طلعوا بر سوريا 14 مليون يعني سبعة بر سوريا عفوا وسبعة داخل سوريا بس هدول داخل سوريا هنا نزحوا وهدول بيأثروا على الانتخابات بمختلف انواع سواء محلية او سواء انتخابات مجلس شعب او رئاسية ففيه 14 من نص الشعب السوري طيب ماذا عن كمان المختفين قصريا هدول فين حقوقهم كمان في نقطة مهمة انه في اللي قتلوا قتلوا النظام او قتلتهم بقية الاطراف هدول ما مسجلين بدوائر السجل المدني يعني عدد السكان بسوريا هذا كل ياته النظام عم يحط ارقام وعم يحط نسب على كيفه نجي لموضوع حتى المرشحين ليش الناس ما بتكترث بالانتخابات اللي بيقوم فيها النظام طيلك لانه يعني ابسط واحد طفل بسوريا بيلك نتائج محسومة معروفة قبل طيب رغم ذلك سيد فضل اللوحي مهما عليها من حزب البعث رغم هذه النقطة التي ذكرتها بان نتائج محسومة سلفا وكما يصفها البعض بانها عبارة عن مسرحية لا اكثر ولا اقل لكن كان هناك اقبال عليها من قبل المرشحين وحديث عنها بطريقة كبيرة يعني يترشحون لها هل هذا الامر ممنهج ام هو هكذا يعني ما تفسيرك له لا طبعا هو امر مدروس من قبل النظام السوري ونظام يقصد هذا العمل بده هذا الاقبال وصورها والهيك كان فيه تقصير من قبل المعارضة بالرد عليها ومن قبل وتفنيدها وايضا الطعن فيها والطعن بشرعيتها والنظام نحن شفنا كيف روجها ووصل مثل ما ذكرنا بأعلى شيء بخطاب يعني هذا الخطاب اللي بيكون مخصص للامر الاستراتيجية بالجميع العامة وذكرها هو مهتم فيه مهتم انه يعطي هاي الصورة ان هو عم يطبق وهذا دايما بيتبع النظام هذا هو عقلية النظام ونحن لازم كتير يعني نفهمها هو بيحط شيء ستار وبعدين خلف هذا الستار بيعمل اللي بده ياه هو حاطت قال انا عم بعمل انتخابات كيف وكيف التفاصيل وكيف كذا هاي بيشكل الشكل اللي هو بده ياه وبالتاني تفنيدها وايضا تفكيك عدم شرعيتها هذا امر جوهري واساسي النظام مهتم فيها صورها بوسائل الاعلام وروج الها وعم يقول انا عم ماشي بالمهام الدستورية تبعيتي وانا السلطة وعندي انتخابات محلية الباقين ما عندهم باقية المناطق ما فيها هذا على قليل هاي الصورة الشكلية خليني اقول ولكن الشيء اللي عم يقوم فيه النظام خلينا نقول لازم الرد عليه لانه مثل ما ذكرت هو فيه خلل جوهري وليس خلل يعني بسيط وبالتالي النظام حقيقة مثل ما افضلت حضرتك وسؤال مهم انه عم يحافظ على هاي الامور الشكلية بالرغم انه هي شكلية بالرغم انه هي محسومة شفناها بالانتخابات الرئاسية وشفناها بانتخابات مدلس الشعب وهلا عم نشوفها بالمجالس المحلية المجالس المحلية مهمة لانه هدول عطيهم صلاحيات واسعة للي هن عم ينتخبوا المنتخبين واللي هن محسومين يعني اغلب هون هن من اعضاء حزب البعث والقوائم بتكون محطوطة وبتجي عند الاجهزة الامنية ولكن هدول عندهم صلاحيات وبكرة مشاريع اعادة الاعمار هن عندهم يعني هامش كبير بتحكم فيها وتحكم بهي المشاريع وما الى ذلك وبالتالي لابد من الطعن بشرعية هاي الانتخابات ولكن بشكل منهجي وبشكل قانوني ومستند الى حتى نحن عم نحط الانظمة اللي هو النظام نفسه حاطتها ولكن عم نفككها وعم نقول انه هذا الشي هو بخالف القانون الدستوري هي منتل اجهزة الامنية بخالف جوهر العملية الانتخابية يعني ولو نظام حط قانون بس هذا بخارف روح القانون بالتالي هو ومعات قانون صار نص امني وبالتالي وتوعيت ايضا المجتمع والشعب السوري عن هذا الشيء اللي عم يقوم في النظام لانه الناس بتلك انتخابات وهدول فازوا بالانتخابات ومنتخبين وسلطة وما الى ذلك لا هي الامور مش بس بهاي المصطلحات تفكيك هاي المصطلحات هو الاهم كيف حاول النظام استغلال ما حدث لصالحه من هذه الانتخابات حالية برأيك النظام هو عم يقول انه انا عم قوم بمهامي دستورية والنظام الاستفادة الاعظم والسؤال حضرتك غاية في الاهمية لانه هو عم يقول انا ماني بحاجة لعملية دستورية الامور رجعت بسوريا انا عم عمل حتى انتخابات محلية عم بعمل انا متجه نحو النظام لا مركزي النظام هو السوري هو من اشد الانظمة المركزية في العالم وبنفس الوقت عم يسوي لا انتخابات وعم يسوي لا مركزية انه انا عندي محافظات ولهيك نحن ضمن احد الشروط ايضا حطيناها وشرط خلال كبير انه عم نقول انه هذا النظام ما بيعطيه صلاحيات كلنا بنعرف شو صلاحية المحافظ او شو بيعطيه صلاحيات او استقلالية لانه هذا هو جوهر الانتخابات المحلية انه يكون في عندها هامش استقلالي اداري ومالي ايضا نحن منشوف انه لا بالعكس المخصصات تبع المحافظات بتم سرقتها لصالح المركز فالنظام عم يسوي لنفسه عبر هاي الانتخابات ونجح فيها بشكل او باخر وتم هلا نحن نشوف نحن الانظار صرفت لي ما عم يحصل بشمال بشمال سوريا من هاي والنظام سعيد بالحقيقة تم تمرير هاي الانتخابات وما اخذت بالحقيقة الصدى والرد اللي هي واللي هي بتستحقه والادانة اللي هي بتستحقها لماذا الادانة لانه هي عملية تزوير هاي عملية تزوير واضحة يعني النظام بتحاسب عليها وليس هو بالعكس هو عم يفاخر فيها وانا عملت انتخابات وشي ديمقراطي وباتجاه لا مركزية وهذا اللي عم يسعى له النظام طيب ذكرت اثناء الحديث سيد فضل بان هناك مشكلة جوهرية في هذه الانتخابات وليست مشاكل عرضية وذكرتم ايضا في التقرير ان هناك ست عوامل تجعل من هذه الانتخابات عديمة الشرعية بالمطلق لو نتكلم عن هذه العوامل الست ابرز العامل هو العامل الدستوري لانه الدستور هو ابو القوانين هذا الدستور الـ 2012 نحن دائما مننطلق منه ونطعم بشرعيته لانه النظام عم يستند بكل الشغلات اللي عم يقولونه هو بحاول يرسم صورة قانونية عن نفسه انه انا عندي دستور هذا اول منطلق وهذا ابرز عامل دستور الـ 2012 رئيس النظام عمل عمل اللجنة وهي اللجنة يعني الناس كتير ما بتعرف رئيس اللجنة هو نفسه رئيس لجنة الـ 73 نفسه وجابوا يعني عمل الدستور بنى الدستور بطريقة لا شرعية والدستور ايضا نعرض للاستفتاء كان بحالة نزاع صراع مسلح داخلي الناس هي كان انتخابات وعم تجرى الاستفتاء عليه بظل ارتكاب النظام جرائم ضد انساني وبظل هيمنة الاجهزة المنية فالدستور هو لا شرعي وكل شيء عم ينبنى عليه لا شرعي المحكمة الدستورية العلية اللي هي اللي هي مبثقت عن الدستور طريقة تشكيلها وطريقة تحكم النظام فيها النظام هو عم يسيطر ايضا على السلطة التشريعية عبر سيطرته على مجلس الشعب ومجلس الشعب بيقول له طالع القانون اللي بده يا النظام وهذا هو قانون الانتخابات او الادارة المحلية بعدين بيجي طريقة تشكيلها كل هاي الامور هي امور لا شرعية المحكمة الدستورية العلية النظام بيعين القضاء تبعها ففين الاستقلالية تبعها وهو بيعزلهم وهو بيرقيهم فيها مشاكل كثيرة يعني تفاصيل ايضا اذا نحن انتألنا لموضوع التالت اللي هو الاهم او من اهم العوامل كمان انه هاي اللجنة تبع الانتخابات اللي هي بده تراقب العملية الانتخابية وتقوم فيها هي ما نمستقل هي بييد النظام بالحقيقة لانه هو اللي بيشكلها الامر الاضافي ايضا وهذا احد النقاط اللي نسيت اذكرها لما كنت عم عدد انه هاي الانتخابات جرت على جزء من الاراضي السورية وايضا ذكرنا انه جزء من المواطنين السوريين جزء من الشعب السوري بس انه الاهمية جزء من الاراضي السورية انه في محافظات خارج سيطرة نظام السوري وبرغم ان هيك هو النظام يعني ذكرها مع انه هي خارج سيطرتة دير الزور والرقعة والحسكة وايضا محافظة ادلب واجزاء من محافظة حلب هي كلها خارج نطاق سيطرت نظام السوري ويعني ما جرى فيها شيء وايضا انه اللي هني النازحين هدول سبعة مليون ما عم نحكي عن أعداد قليلة إذا نحن حتى شلنا الأطفال بيسكون عنا حوالي أربعة مليون يعني فينهم ينتخبوا وهدول كلهم ما انتخبوا ولا ساهموا بتالي النسبة يعني هو النظام ليش عم يحط هاي الأرقام لحتى يعلي نسبة المشاركة لأنه من ضمن مصداقية الانتخابات أنه يكون فيه نسبة محددة للمشاركين يشتركوا فيها وهذا أيضا ما نو محقق الأمر الآخر هو أنه هاي القوائم هي معدة سلفا من قبل الأجهزة العمنية يعني هدول اللي بالناس بدأت انتخبهم هدول مو المجتمعات المحلية هي اللي رشحتهم ما بيمثلوا المجتمع هيك نحن قلنا أنه هاي الانتخابات هي ما عم تمثل الشعب السوري هي ما عم تمثل هادول الناس بتنتخبهم المجتمعات المحلية لحتى يقوموا بواجبات تجاههم وبالتالي بيسألوهم لهيك ما في مساءلة هذا مين بدوا يسألوهم هذا انفرض عليهم فرض وبالتالي لا انت شو أنجزت من شوارع أو من حدائق أو من أي شيء أو من استقلالية أوراق وما إلى ذلك كتير مهام للإدارات المحلية المفروض تقوم فيها ما بتسألهم الناس لأنه عرفوا أنه هن مفروضين عليهم فرضوا وبالتالي القوائم جاهزة وهدول مين بدوا وهدول النظام بالحقيقة عم يعوضهم لأنه هدول بتم انتقاءهم بعناي وليس أنه هذا نوع من التعويض لولائهم نفس الشي صار بانتخابات مجلس الشعب لما حكينا أنه في تلت أعضاء مجلس الشعب هم من الكبار الشبيحة والقادة اللي دعموا النظام السوري وهدول متورطين بانتهاكات ومع هيك هدول شو يعني بدل ما تموا حاسبتهم هن عمالة يستلموا مناصب سواء بالإدارة المحلية أو سواء بانتخابات مجلس الشعب والعامل الأخير هو أنه هدول ما عندهم استقلالية نظام هو شديد المركزية في دمشق ما نشوف نحن على صعيد رح أضرب مثال بسيط يعني على صعيد المعتقلين اللي هن بتم يعني بدهم معاملات بسيطة الناس عم تسافر ومشان قدام محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية وبيبقى يوم ويومين وبيتكلف بتم نقل المعتقلين لهذه المحكمة المركزية أي معاملة بده يسافر إلى دمشق وهذا كلفة كبيرة على المواطن وسفر واكتزاز بالعاصمة نتيجة أنه هو عم يمركز الصلاحيات لأنه هي مشان شو مشان تكون دولة بوليسية أمنية هذا هو هدف النظام أي تحرك أو أي معاملة تسجيل طفل بده موافقة أمنية كأي شي رابطه بالأجهزة الأمنية وهيك هو لا مركزية أو إعطاء صلاحيات هدول المحافظات هو بناقض بنية وجوهر النظام اللي هو نظام مركزي عبر سيطرة الأجهزة الأمنية لأنه إذا عطاهم صلاحيات راح تخف سيطرة الأجهزة الأمنية طيب سيد فضل بالنسبة للتوصيات التي أوردتموها ما هي وما مدى استجابة المجتمع الدولي له هلأ التوصيات هي مبنية على عدم شرعية هاي الانتخابات نحن عم نقول أنه هاي الانتخابات يجب أنه الدول يتم إدانتها النظام عم يكرس واقعه وما عم نسمع نحن ردود ردود أفعال العملية السياسية الـ 2-2-5-4 عم موقفة والنظام عم مالي يعزز وجوده بانتخابات مجلس شعب وبانتخابات وبانتخابات محلية هاي الانتخابات نحن المفروض وزارات الخارجية بالدول المساندة للشعب السوري أنه تقول أنه نظام أجر هاي الانتخابات وهي الانتخابات لا شرعية وأنه يكون فيه رفض واضح لها ما سمعنا ولا أي ردة فعل طبعا هو يعني أنه فيه أنه هذا النظام مرتكب جراء ضد إنسانية ليش نحن بدنا نرد على هذا التفصيل الصغير نحن بنشجع أنه ما ينترك أي شيء مساحة فاضية للنظام لأنه النظام عم يبني عليه عم يبني شيء شرعي خليني أقول بين قوسين على شيء لا شرعي مثلا بقوانين الملكية هو اللي حطها بين قوسين قوانين هي قوانين سطوع الممتلكات بس هو عم يأسس عليها حتى لي يسيطر على أراضي وممتلكات نازحين نفس الشيء هدول بإلك هدول منتخبين وإذا تيجي شركات من بره بعمليات إعادة العمار بجبرهم أنه يتعاملوا مع هدول نحن عم ننسف الموضوع من جزوره وهذا هو الأمر المهم هلأ المبعوث الدولي إلى سوريا في توصية له أنه ما نسمع منه أي ردات فعل على انتخابات النظام المفروض أنه هذه الانتخابات تهدد العملية السياسية هي تناقض عملية انتقال سياسي لأن انتقال سياسي يعني أنه في هيئة حكم يعني في انتخابات برلمانية جديدة وانتخابات رئاسية جديدة وانتخابات وفقا لهدول في انتخابات محلية جديدة النظام ما عد مكترس تماما لأنه يعمل انتخاباته الخاصة في مجلس شعبه رئاسية ومحلية أشكرك كثيرا فضل عبدالغاني مدير الشابكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من الدوحة تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا دفع الناس للبحث عن بدائل تدفع في مواجهة الشتاء صوبياليس بيرتو كبديل رخيص اشتركوا في القناة